تكلم طبعا على أول طلة حليا طبعا الموسم ده النادي الأهلي مطش بعد بكرة إن شاء الله في مواجهة الإسماعيلي كانت مباراة يعني بتعلي أعتقدنا لسه برضو بتحتفظ بجزء من أهميتها يبقى الأهلي والإسماعيلي رغم الفوارق طبعا واللي يمكن أن نحن بنتبع التقريب شفناها على مستوى النتاج والأداء والألقاب والبطوات في السنوات الأخيرة طبعا في مصلحة النادي الأهلي لكن زمان المطش الأهلي والإسماعيلي ده أنا فاكر كان حاجة يعني يوم عيد للكرة مصرية وكان يمكن أهم مباراة في مصر بتيجي بعد الأهلي بالزمان الكعطول لكن على كل أحوال كلامنا دلوقتي حلقة خلينا نقول كده أو كلام للتاريخ تحديدا بس أهدف به تاريخ 30-6-20-23 موسم أو التاريخ المعلن لانتهاء بطولة دوري الممتاز اللي هتبدأ كمان أقل من 24 ساعة واللي أتمنى فيها أن أنا أشوف نقل نوعي يعني وخدوا بالكم النقلة دي مش مسؤولات القائمين على البطولة بس دي مسؤولات التحد كورة ومسؤولات ربطة أندية ومسؤولات أجهزة فنية ومسؤولات لاعبين ومسؤولات جماهير ومسؤولات إعلام رياض كل واحد ليه جزء في المنظومة دي عشان نشوف مسابقة طليق بأنها تكون المسابقة الأقوى أبقلتش نشوف دوري إنجليزي ولا دوري إيطالي ولا دوري ألماني لكن نشوف الدوري الأقوى على مستوى الوطن العربي على قلة أدير ودي حاجة إمكانياتنا تسمح أدواتنا تسمح إن إحنا نحظى بالمكانة دي خلينا نرحب بأستاذ جمال الزهيري أستاذنا طبعا واحد من الشخصيات اللي أنا بحترمها جدا وبحترم صرحته جدا جدا قبل ما نبتدي الموسم توقعاته رؤيته أمنياته للموسم الجديد إيه خلينا نرحب بي بس بداية نقوله أهلا وسهلا بيك في السادسة منور الدنيا منور يا حمد باشا الله يخليك سنتين في القناة الأهلي يا أستاذ جمال نعم كلام جمهن ده الصراحة نعم حسيت إنه حالة الرياضة في مصر بكل المسؤولين عنها رؤساء قندية مجالس إدارات أجهزة فنية لعبين جبهور سوشال ميديا أعرف حضرتك اللي عنده بيت كبير قوي وواسع جدا وسايبه وكل العيلة متكربسة فوق ده متر في متر في حالة زحام في حالة نزاعات في حالة أزمات أو افتعال أزمات وفي النهاية الملعب كله والمساحة فاضية جدا ما فيش حاجة بتتغير أو بتتطور هل تتوقع أنه يعني توقعتك لبداية الموسم ده وإيه اللي تتمنى تسوفه فيما يتعلق تحديدا بمسابقة الدولة في موسختها الجديدة أول حاجة نتمنى طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وبرحب بوجودي معاك يعني وسعيد بوجودي معاك في نهول الدنيا دايما ربنا أخليك وطبعا أول الأمنيات إن المسابقة تكون منتظمة يعني مسابقة الدوري العام من ناحية المواعيد تبقى منتظمة والحقيقة أنا كان نفسي قوي مع بداية إعلان قرعة المسابقة تبقى المواعيد محددة يعني إحنا يمكن لغاية النهاردة ما فيش إعلان كامل للجدول يعني عارفين في جدول بس فيش تواريخ ما فيش تواريخ وده شيء يعني أنا كنت بتمنى إنه من البداية لا يبقى التواريخ محددة ما أراش في المواقع وفي الجرائد وكلام ده إنه فيه تسريب للأسبوع الأول يعني إيه مش فهم يعني إحنا بنقول عاوزين إحنا عاوزين مسابقة زي الدنيا كلها أي زي كرة القدم على المستوى العالم فتبقى عارف أولا المدرب واللاعب كل أطراف المنظومة وهم بيشتغلوا بيرتبوا نفسهم على المواعيد يعني ما ينفعش إن انت تبقى عارف هتلعب النهاردة ومش عارف هتلعب تاني أمتى فطبعا دي نقطة أعتقد كمان إنه الأستاذ أحمد دياب كان قال إنه هيعلن الجدول النهاردة النقطة دي تقريبا تقريبا يعني دي بيعملاش علاقة بشغلي دي هي علاقة بإني واحد من الجمول تقريبا منتكلم فيها بقالنا 30 سنة يعني نيجي في أول كل موسر ما هي صعبة قوي كده ما هو السؤال لا هي لو صعبة جدا بالشكل ده يبقى أبسط الأمور يعني إنت إزاي بتفكر أو هتفكر إنك تنظم مثلا منديال أو أولمبياد أو غيره لازم الأول أنت مسابقتك للأصلية المحلية تبقى واضحة المعالم أنا بقول ده أمنية برضو أو تقدر تقول هي أمنية قديمة بس برضو بكررها تاني إنه أنا كنت بتوقع إنه مع إعلان القرعة شيء كويس عملت القرعة وفرق عرفت هتلعب بعضها إزاي يعني الترتيب بتاع المتشاط لكن إمتى ده نقطة مهمة جدا فكان يجب أو كنت أتمنى وحنفضل بقى نتمنى لغاية ما تحصل إنه يبقى أنت عارف أعتقد إن ده حيكون مطلب أساسي لكل المديرين الفنيين يعني النهاردة المدير الفني ده ما بيلعبش مباراة يقولوا لعب بكرة يلعب لا أكيد بيعمل برنامجه التدريب وخصوصاً الارتباطات الدولية على مستوى الأندية أو مستوى المنتخبات محددة مسبقاً بالزبط يعني كان دايماً بيتقال أصدحنا مش عارفين مطشاط الأهلي وزمالك طول عمرنا المسابقات الدولية والحاجات دي بيبقى محددة ومحددة ومعروفة طبعاً بنتمنى في أقرب وقت برضو أنه الأمور كلها تبقى واضحة بخصوص مواعيد المباريات لأن ده بقولك بي أعتقد أن دي أكبر مشكلة بتواجه المديرين الفنيين طيب سنة تانية أفتكر الزمان وإحنا الزغارين إحنا بقى إنتوا كنت لسه يمكن لكن أنا فاكر أنه كان جورنان اسمه التعاون الرياضي كان بيطبع جدول الدوري كتايب صغير جداً وإحنا أطفال كنا بنشتريها وبنقعد متابعين وبنسجل فيه النتائج المتشاط ده الكلام ده من زمان جداً فإيه المشكلة حنقول أه فيه ارتباطات وارتباطات دولية وأفريقية وقرية والكلام ده كله بس برضو لازم يبقى إحنا عندنا على الأقل إحنا عارفين الأساسيات أي فندم أنا أعلنت عن بداية ونهاية يعني أعلنت أنه الدورة يبتدي 18 وهيبتدي 30 إيه اللي في النص بقى إيه اللي يمنع بما أن أنا عارف أنه المسابقة محددة المدة هتبتدي يوم كذا وتنتهي يوم كذا وعندي فيها 34 أسبوع لا وأنا عارف مثلاً أنه الشهرين القادمين مش هيبقى فيهم حاجة مزبوط وإحنا دلوقتي يبقى فيهم كذا ألم طبعاً بس يعني ماشي لأ لغاية مثلاً وقت شهر شهرين إيه أنت عارف أن أنت عندك الوقت المتاح بالنسبة لك تلعب يوم كذا من ضمن الحاجات إحنا بنتكلم على أن الدولة النهاردة بتنادي أو بتطالب بأنه المتشاطة تلعب نهاراً عشان الكهرباء تمام ده شيء جميل وإحنا مع هذا الاتجاه طالما حاجة بتخدم البلد إحنا معها طيب ما تعمل النظام بتاعك ده وطبقه بقى يعني أنت عايز تلعب متشاطك اعمل الجمعة والسبت والحد مثلاً تمام متشاط الدوري يعني قل أنت هتبتدي الأزمار الأول ثلاثة واربع هكتفي بجزء ده في جزء تنظيم المسابق تمام أنا عايز يعني نحدد أدوار كده إنه جمهور عليه مسؤولية طبعاً الأجهزة الفنية والفكر الكروي الكرة بقى المنتج النهائي اللي الناس محترن أنها بتشوفه بيبقى مصدر المصادر المتعة والبهجة حالة الكورت القدم اللي نشفناها أو بنشوفها في الدوري الإنجليزي نشوف حاجة شبهها كده في الدوري الإنجليزي نشوف منافسة على صدارة البطولة أو لاش صدارة البطولة منافسة على المربع الزهبي في البطولة بين 7-8 أندية ويتبقى المنافسة على الهروب من الهبوط يعني عدد أقل من الأندية يعني نرجع للشكل الطبيعي لأي مسابقة في الدنيا بالضبط يعني خلينا نقول الجهة التنظيمية شايف إنه نمر واحد الجزئية الخاصة بجدوى المسابقات هل شايف إنه فيه حاجة تانية في إيديها وخصوصا نحن نتكلم على سنة تانية موضوع الجمهور ربطة خدت أعتقد تجربة أو خدت في سنة أولى في سنة أولى درس خصوصي نقدر نقول إنها كان سنة أولى بالنسبة لربطة الأندية جيد ما قدرش أقول إنه هو سيء لأن أنت بتبتدي تجربة جديدة اللي هي ربطة الأندية هي المسؤولة عن المسابقة إلى حد كبير أنا أقول إنه هما نجحوا والسنة التانية ولذلك موضوعنا اللي كنت بتمنى إيه إن أنت كل ما السنوات كل ما الخبرة تزيد كل ما أنت يبقى عندك تطوير في حاجة نظبوط وخبالك أي أنت بتعمل تقييم لنفسك بأحد في الدنيا بيخلص سيزن أو بيخلص سنة دراسية أو بيخلص وبيقيم هو عمل إيه بيقيم يوشوف أنا عملت إيه كويش ومحتاج يعمل إيه عايز أعمله حلو الجزء الثاني الخاص بالجمهور الجمهور إلى الوقت اللي إحنا فيه طبعا فيه نجاح لتجربة عودة الجمهور بشكل متدرج أي كنا نتمنى العدد يكون أكبر لكن ما يضرش لا بس يعني مش مشكلة أما يبقى العدد بيزيد بكمية قليلة المهم أن في النهاية هو ستة آلاف مبدئيا يعني من الحالة اللي إحنا كان بيروح للسنة اللي فاتت ولازم نديهم تحية جمهور اللي ظهر في ملاعب الدولي الدولي كانوا أكثر من رعاين وكانوا ملتزمين ما هو ده اللي بيشجع الدولة أو المنظمين بس اللي عايز أقوله أنه حتى لما كانوا بيبقى ألفين وألفين ولا ألف ونص وألف ونص كنا بنبقى حاسين بروح الجمهور في المدرجات حلو جدا ما يبقوا ستة كويس برضو فيه تطور مش مهمة كمية المهم أنه النوعية الجمهور نجحة وكمان نوعية الإشراف على دخول الجباهير من خلال شركة تذكرتي أعتقد أنه ناجح ليه؟ ابتدى حتى شركة تذكرتي يعتمد عليها في أمور أخرى في الحفلات الفنية والاحتفالات بشكل عام فشيء كويس يعني أنت بتاخدها تجربة واحدة واحدة وكلما نجحت كلما ده بيزود عدد الجمهور اللي ممكن تحضر يعني التحكيم صعب نستنى منه وطفرة نوعية السنة دي؟ لا التحكيم أعتقد أنه حياخد وقت شوية بس طيب بوجود الخبير الأجنبي كلاتنبرج أعتقد أنه هو ممكن يكون أكثر انضباطا تمام خلينا أعف عند الجزية دي لأنه فيها فيها كلام كتير جدا وخصوصا مع بداية الموسم يعني فقط التحكيم مصري خارج الحدود حقيقة موضوع عامل مشكلة كبيرة جدا بس محونا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع أستاذ جمالي زهيلي ضيفنا النهاردة في أستاذة هي يعني الرسالة اللي بتتوجه ولازم أقول قبل ما أقول رسالة لازم أقول أن ده ملوش أي علاقة لا بالأندية جماهرية كانت أو غير جماهرية ولا بالجمهور ده لي علاقة ب سمعة أو أقول هيبة التحكيم المصري اللي بعتقد أن أكتر ناس مفترض تبقى غيورة عليها وأكتر ناس مفترض أنها تبقى حريصة على استعادة الحكم المصري لمكانته مش بس جوه مصر كمان برا مصر هم الحكام نفسه ومع كامل التقدير لإسم مارك كلاتنبرج وأنا في يوم الأيام قلت هنا أنه إيه المانع زي ما بنلجأ لمديرين فنين أجانب على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية يقدروا يجي يعملوا بصمة يعملوا نقلة ينقلوا خبرة أنه ما نستعينش في يوم الأيام بأحد يكون أجنبي يقود مشوار الحكام في مصر وقد كان تم تعيين كلاتنبرج مع كاملة احترامه والتقدير هو أبدا لن يكون أكيد غيورة على اسمه وغيورة على أنه تجربته تنجح هنا في مصر لكنه مش هيكون غيورة على هبة التحكيم المصري وصمع التحكيم المصري زي حكامنا المصريين التحكيم السنة على المحك ومحتاجين أن حكامنا يقدموا موسم ناجح كنا نتكلم عن التحكيم حسب على فطولة تقيلة والسنة اللي فاتت يعني يمكن احنا الأهلي الحقيقة عانى بشكل مباشر ومؤثر جدا مع القرارات التحكيم الأهلي عايز أكمل الأهلي وأندية كسيرة وده لن أقول تسع كامل بس مكنش الأهلي هو الصوت الوحيد اللي بيشتكي من بس هي مؤثرة طبعا على الأهلي في سباء المنافسة على البقولة بالضبط لكن أنا بتهالي السنة اللي فاتت ما فيش نادي ما اشتكاش من الحكام وماشتكاش من التحكيم والمؤلئ بالنسبة لي الخطأ الفادحة الحقيقة الدنيا كلها كانت مقلوبة عليه في أفريقيا طبعا مطش الترجي بالضبط كده الهدف مبرار وحيد اللي تم احتسابه نتيجة راكل الجزاء يعني طبعا غير موفق على الإطلاق إبراهيم نور الدين في احتساب هذه اللعبة لأن اللعبة واضحة قوي من خارج منطقة الجزاء بمسافة يعني يعني معرفش هو ازاي حتى زي ما كنا بنقول لو ما شفهاش دبقى جريمة أكبر دبقى جريمة أكبر لكن هي واضحة ان هي مش جوه منطقة الجزاء من البداية يعني والقرار قرار سيد جمال قرار فرق في نتيجة نتيجة مفصلية ده مش مطش ممكن تعويده ولا هتأخذ تلاتة بند انت طلعت فريق كان هو الأقدر بالوصول لدور المجموعات ودخلت فريق مشكلة الأخطاء التحكمية في كده ان هي حتى لو جي الحكم قال أنا ما أقصدش طب ماذا استفاد الفريق المتضرر ايا كان اسمه احنا ألفوا به بيلعبوا ألف أو به احنا ماهمناش ده مين مهم كل حد ياخد حقه اه انه كل واحد ياخد حقه فلما يكون بقى ده البداية لا أعتقد انه برضو كلاتنبرج كراجل طبعا هو بتتفق معك انه هو مش هيبقى غيور على التحكم المصري اكتر مننا مزبوط بدليل كمان انه هو قالك اي فريق عاوز حكام اجانب اجيب له اه يعني هو مش فارق معل الحتة دي قوي وبعدين اصلاح التحكم هل هيبقى من خلال حكام الدوري الممتاز فقط ولا بقية الدرجات ما انت لازم برضو وانت بتصلح منظومة التحكم لازم يتقول له يبقى من تحت كمان وهي دي المشكلة وظلت سدق او سيد جمال انه انا في يوم يعني قبل قبل فترة الراحة السلبية يعني وقبل الاهلي ما يبتدي يخش في موضوع المركات والصفقات ده كنت بتكلم على موضوع الصفقات وقلت لإدارة النادي الاهلي قلت دي رسالة اتمنى انها هتوصل للمسؤولين ولإدارة النادي الاهلي انه نعتبر فكرة او بجت ميزانية التحكيم كأنها صفقة الاهلي بيشتري فيها لعيب اجنبي وبالتالي كل المطشاط اللي ممكن تبقى مهمة او صعبة تحكميا يلجأ الاهلي فيها للتحكيم الأجنبي مقدما حتى وان كان ده لا انا بس اللي عايز اقوله لك والاحساس وانا بقول الرسالة دي انا كنت متدايق ان انا بقول كده وإحنا عندنا حكام مصريين بتقول كده من مستوى التحكيم او من كم الظلم اللي بيتعرض له فريق النادي الاهلي يعني ده اللي بيخليك تقول كده لكن عندي شعور برضو من دواية بعد يعني انا مش مرتاح وانا بقول ده لكن الحقيقة التجربة مش بس الموسم اللي فات انا هحط معها الموسم اللي قبله كمان تخليك تقولك طب انا اقمى يعني اقفل الباب ده الباب اللي احنا عندنا مثلا باب اللي بيجيلك منه سده اقفل بقى الباب ده خالص واعتبر وسدي كأنه صفقة من الصفقات طب خلينا نستعرض كده بعد قراء النس وانا عايز اجيلك في اللسة في الاعلام الرياضي بقى لان الاعلام الرياضي عندنا الحقيقة للأسف محتاج واقفة كبيرة جدا محمود الميري بيقول العدالة التحكمية يعني اول حاجة بدأ بيها التحكم برضو سرعة في اتخاذ القرار في تقنية الفار مهمة جدا جدا اتفق معك جدا يا محمود بناخد وقت ما بشوفوش فقية حتة في العالم حضور جماهير بعداد اكبر هيحصل ولو التجربة نجحت اراهن على ان العداد تزيد وده في ايد الجمهور وده في ايد الجمهور الكرة في ملعب الجمهور مظبوط كده أستاذ جمال عدم الاعتماد على حكام بعينها لمباراة القطبين لأهلي والزمالك واستخدام كاميرات افضل في كل اتجاهات لنقل المباراة انا يعني في النقطة دي خلينا اقول ان واحد من اجابات السنة فاتت كوالتي الصورة لا الصورة في النقل وجودة النقل والبس اتطورت كبير كتير في السنة اللي فاتت يمكن الزوايا الكاميرات والحاجات دي دي بيبقى ليها متخصصين فين تحط الكاميرا وارتفاحها ايه وحاجات دي عندنا محمد بهجت بيقول التحكيم على قدر الحدث وفي المستوى دون احتواء يعني هو بيطالب بتحكيم على المستوى الحدث بيبقى لك دون احتواء ما هي بقى سلوجا خلاص قصة احتواء دي بقى محمد عبدالتواب بيقول الكلب مكيال واحد لكل الحكام ومساعدينهم التزام الاعلاميين والستوديوهات بالحيادية يعني ممكن الاولانية ممكن اولانية يحصل جزء منها التانية دي فيها كلام كتير واستاذ جمال واستاذنا طبعا هو اللي هيقول ويتكلم محمد حسين التحكيم ثم التحكيم ثم التحكيم ماشي عدالة التحكيم المصري والشفافية بين كل الفرق وان شاء الله الدولة الاهل ان شاء الله ده كريم الجميل ابو جوانا ماشي عبدو شريب بيقول ادارة البث ومخرجين المباريات تحتاج تغيير جزري جزري دي صعب قوي يعني حكم صعب قوي لكن خد بالك انه نقل المطشاط مش زي نقل او تصوير اي حاجة تانية محتاج وضع الكاميرا على فكرة يعني مفيش برضو ما يدعو ابدا للخجل من احنا نقول ان احنا نجيب ناس متخصصة تعلم او تقول ازاي بنحط الكاميرات عشان خد بالك انه نجاح تقنية الفر مشعير مرتبط بشكل كبير جدا بجودة النقل وزوايا التصوير عشان تكون جودة التصوير والمشاهدة علي طيب صالح محمود عودة تروح في الملعب والاداة الحقيقي لعيب الاهلي وحل مشكلة ضياء الفرص السهلة للتهديف ده فيما يخص نحنا اه دي بس دي نقطة مهمة نقطة مهمة جدا تمام طيب رأي كيف التعليقات يا شخص جمال لا هي تعليقات كلها طبعا واضح انها من خلال تجربة الناس شايفة حاجات معينة ومعترضة عليها اولاها ملاحظات عليها انما انا حاجي برضو على جزئي طبعا التحكيم انا متفق ان هو واحد واثنين وثلاثة لان ده اللي بيوفر ده لو نجح التحكيم السنة دي اعتقد يني ان المسابقة كلها نهلة ثانية طبعا وكمان موضوع الكاميرات واختيار الزوايا والكلام ده لابد ان يتم بالتنسيق مع الحكام اي يعني مع الفار مع غرفة الفار لازم يبقى معروف انه عشان ما يجيش بعد كده واحد يقول لي ده اللقطة مش كفاية فلازم يبقى فيه تنسيق في هذه النقطة النقطة كمان المهمة اللي هي نقطة ان الدوري هذا الموسم سيكون الفرق كلها احنا شوفنا فيه فرق عملت صفقات بالجملة احنا متكلم على 4 مليار جنيه نفقتها الاندية المصرية تقريبا معنى كده ان فيه استعدادات قوية جدا من الاندية ان هي تخش في المنافسات بشكل قوي وبناء برضو على اللي تم من الموسم اللي فات انا بتمنى حكاية انصاف الفرص دي يتشاف لها حل يعني الفريق انا بتكلم على فرقتنا يعني اه انا بتكلم على فرقتنا دلوقتي البداية بتاعتهم مع مارسل كولر انا بشوف انه الراجل حط ايده على اشياء مهمة جدا وابتدى يزبط الاداء في الخطوط المختلفة يعني هو بقى عنده لما تشوف المبارتين الاخيرتين امام الاتحاد المنستيري لا يعني هو استقر دلوقتي على الاتنين قلب الدفاع يعني انا بعتبر محمود متولي اعادة اكتشاف بعتبر محمد عبد المنعم مكسب كبير طبعا في هذا المكان ينقصه حاجة واحدة اول موسم بيبدأه من اوله ينقصه حاجة واحدة قليل من الهدوء لانه هو بيبقى متحمس جدا جدا وهذا المركز فيه خطورة يعني اي شيء ممكن يعرضك لمشاكل هو طبعا اداء فنيا على مستوى عالي جدا طبعا عودة اكرم دي حاجة يعني انا بقول انها صفقة رائعة في هذا المركز بالاضافة لوجود محمد ياني علي معلول برضو بدأ وكريم فؤاد عشان من الصهوش برضو كريم مفنش الموسم ورايح منتخب لكن هي الفكرة انه هو الراجل بدأ يحط ايده مثلا برونو سافيو له ادوار مختلفة واضح جدا ان كولر بيعتمد عليه في رصي جابولك مين على الشاشة علي معلوله جابولك علوله على طول طبعا برونو سافيو مثلا شفنا برضو حمدي فاتحي سوبر حمدي اه يعني فيه فيه شغل كتير اتعامل خلال الفترة الماضية كادرينيو وامرازيل ابن اللازيني احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر برضو حب اقول حاجة يعني هو لعيب لغبر عليه طبعا يعني بنهمس في اذنه بحاجة واحدة احنا عارفين يا احمد ان انت فنان فيه مواقف معينة لو لو تصرفت في الكرة بشكل جماعي ده هيبقى افضل ايه لان فيه فرص ممكن نصف فرصة تفرق جدا مع النادي الاهلي وخاصة ان انت محتاج فيه المرحلة القادمة يعني موضوع انك تستنى او الفوز يتأخر ده شيء خطير ومقلق جدا فلابد من الحسم المبكر وده لن يتحقق الا بالفرص ايه والاستغلال عندك طاهر محمد طاهر برضو واضح ان هو راجع بشكل مختلف انا عايز اقول انا عايز اقول انه كولر يعني مش اختار التشكيل ده التشكيل اللي هو بدأ به مختروش اعتباطا لا اختاروا بناءا على دراسة كويسة جدا ومع ذلك محافظ على اللعيبة اللي بر الخط يعني اللي ما ظهرش مع الاهلي غد الوقتي فرقة تاني بالضبط يعني ياسر واضح ان علاقته باللعيبة هو عارف يتعامل معهم ويحتويهم وده شيء كويس لأي مدير فني يعني مدير فني اما يبقى علاقته كويسة باللعيبة واللعيبة قعدة وهي مقتنعة ان هي هتاخد وقتها في الوقت المناسب او فرصتها فبتبقى مقتنعة وبتبقى اللعيبة كلها قلبها على الفرقة يعني مش اللي بره يعني احنا شوفنا قفشة موجود بره ونزل لعب وقادة بشكل كويس محمد هاني واخبالك يعني فيه كل اللعيبة انا شايف ان هم متحمسين وده مهم جدا لان انت مطالب او الفرقة مطالبة هذا الموسم يا سيد احمد باستعادة الراونق بتاعها طيب ده اللي احنا محتاجين انا هبعد بقى عن كل دول واجي لملعبك وحتتك وخبرتك ومشورك الاعلام الرياضي ومفترض واكيد مفترض واكيد هكذا تعلمنا يعني ان الاعلام بصائل اعلام قادرة تغير كتير من المفاهيم المغلوطة وقدرة تصحح المبادئ وقدرة مفترض تحط خطوط عامة للثقافة والوعي ده دورها وهي اداة حجم تأثيرها في الوعي العام والرأي العام كبير كده هل بتشوف انه الاعلام الرياضي مش بس المسلم الاخير في السنوات الاخيرة مهتم وقادر يقدي الدور ده ولا السوشيال ميديا غيرت من طبيعة اهتماماته بقى في خلط بين السوشيال ميديا والاعلام اللي بنسميه احنا الراصين اللي هو الناس تتفرج عليه من خلال شاشة شاشة محترمة معترف بيها تختلف تماما عن انه نطلع اقول اي كلام مش محسوب بمعنى ايه ان مثلا الاستوديوهات مع كل الاحترام فيها الوية وفيها زمال كواه مش مطلوب منك ان انت تبقى في الاستوديو التحليلي الكروي انك انت تبقى مع فريقك ظالما او مظلوما وبرضو في قدر معين من الجوانب الفنية لازم تتكلم فيه بمعنى ايه ان انت مش بتقعد بالتيشرت بتاع النادي اه ده مطلوب بس كمان لما تلاقي حاجة فيها ناحية فنية قلها يعني انا مش بطلب بقى ارضو انه ما يبقاش فيه انتماءات ما الانتماءات موجودة شأنه اباينه وكانت موجودة منذ قديم الناس انا انتفر معاك بس النهاردة فيه متغير اسمه سوشيال ميديا ففيه اغلب الظلم او في اوقات كتيرة جدا في اوقات كتيرة جدا انا بحس انه اللي بيظهر اعلاميا على قنوات تلفزيونية او حتى بيكتب مقال او بيكلم حتى في الراديو بيبقى مش هدفه المتلقي المباشر بقدمه هدفه فكرة البوست اللي هينزل ترند او انه الجزء ده او انه الكلمة دي او انه المقطع ده ينزل سوشيال ميديا فيكسر الدنيا هنا هنا شكل المسؤولية شكل المسؤولية حجم المسؤولية بيختلف فلوح بيختلف سيد عمد لو هو عاوز السوشيال ميديا او بيخاطب السوشيال ميديا عنده السوشيال ميديا مفتوحة على البحري اللي عايز يطلع بالموبايل بتاعه ما هي السوشيال ميديا مش هتديله الفلوس اللي بياخدها في قناة لا ده موضوع بقى تاني لا هنا بقى او انا عايز اقول برضو فيه فرق فيه فرق وانا لو مش متسافع على قناة دي يعني احنا احنا مش في قناة الاهلي لما بنيجي نتكلم على ماتش الاهلي مش بنتكلم على المميزات والعيوب مزبوط ولو فيه اخطاء بنقولها مش لازم ان انت تضخمها يعني ممكن اه انت في قناة الاهلي ورجل اهلاوي مش لازم ان انت تضخم ما بطلبش منك ده بس في نفس الوقت لا تقصو تماما على الفرق الاخرى ايه وبنستحمل كتير من بعض فقوات كتير جدا بالضبط بنستحمل احنا هنا بقى انت عندك التزام شوية بقصة ايه ان انت مش عايز ترد على الاساءات بنفس الطريقة وده شيء محترم على فكرة مش وحش قد يبدو ان انت يعني انت غلبان ما بتردش لا مش غلبان واسعل حاجة ان انا رد اسعل حاجة ان انا لو الموضوع كلام اسعل حاجة ان انا رد عليك بنفس الطريقة فهي الفكرة فكرة ايه انه اعلام رياضي طبعا ما فيش عيب ابدا انك بقولك تعلن انتمائك يعني اما يبقى فيه مزيع او محلل معروف ان هو بينتمي للنادي الاهلي او النادي الزمالك حقه ده شرف لي وليه وللكل لكن هي الفكرة ان انت ما تستغلش بقى المنبر اللي انت فيه ان انت تسير الفتن يعني انت اتكلم على كل القدر لو قلتلك انه وعلشان ما اقدرش اعمم في حاجة زي كده لكن انه معظم وسائل اعلام النهاردة بقى فيه احساس عند قاعدة عريضة مش هقولك كل ولا هقولك اغلبية بس عند قاعدة عريضة انه اغلب وسائل المعنية بالاعلام الرياضي بتشتغل ضد الاهل تتفق ولا تختلف معايا في الحتة دي لا اتفق معاك لانه بيبقى فيه احيانا تحامل احيانا انا بكلم على قناعات جماهير ده مش رأي الشخص ايوه ايوه انا بكلم على قناعات الجماهير جماهير برضو لازم نراعي انت الاعلام ده كله ماقولك جماهير يعني مافيش مافيش اعلام رياضي لوحده كده انت تطلع تقول اي كلام بس كمان ما تشتريش انت يعني ولاء الجمهور لك كمحلل بانك تهين الاخرين ما انت ممكن تتكلم برضو كلام على فكرة محترم جدا وتشجع فرقتك جدا وفي نفس الوقت ما ما تخليش الامور تختلط يعني يبقى عندك نوع من انواع الايه مش عارف اقولها ازاي بس هي هي كمان ما تتشرحش للأسف الشديد يعني يعني بقولك احنا مثلا طول عمرنا في جريدة الاخبار مثلا كنا انتماءاتنا فيه ناس انتماءاتهم اهل انتماءات زمالك وهكذا لكن لما بتمسك الالم لازم تبقى ملتازم بحاجة معينة لما تطلع على شاشة انت طالع في شاشة قناة الاهل ده شيء جميل انما انت بتتكلم برضو في النهاية على ما تشكورة فيه طرفين وبصرف النظر حقيقة يعني في حتة اعلام دي يا سيد جمال انا يعني احب جدا 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 يعني ونحن بمتدي موسم ان كان ليه ان انا واجه رسالة لكل زمل اللي شغالين في كل المحطات وكل برامج المتخصصة في الشأن الرياضي والكورة القدم تحديدا يعني وضيفهم من محللين ولعبين سابقين وخبراء في اللعبة احنا بنقصر بشكل كبير جدا وسطنا ورسالتنا ومنهجنا وطريق تفكيرنا بنقصر بشكل كبير جدا في قطاع غالبية العظمى من الشباب الصغير وبالتالي التأثير ده حجم التأثير ده مهم جدا وكبير جدا واذا كان ايجابي فهو هيخدنا ونطلع لقدام واذا كان سلبي فهو بالتأكيد كبير جدا من المسؤولية اتمنى لكل الناس التي تظهر على الشاشة اي ان كان موقعها انها تقدروا وتخط في اعتبارها الاجيال اللي طلعها ايه القيم وايه الثقافة اللي احنا عايزينهم يطلعوا او يطربوا عليها اللوزة ده من المسؤولية وغير كده يغير بشكل كبير انت لن تكسب لن تكسب مباراة بالاعلام فقط صحيح يعني شهتكسبه مجرد ان انت توين الاخرين لا انت الاول تركز في الملعب ده اساسي جدا ثانيا هناك بعض الاصوات برضو العاقلة في الاعلام الرياضي بعض الاصوات نتمنى انها تبقى الاغلبية عايزين الاغلبية عايزين الاغلبية صحيح لان انت في النهاية انت هي منظومة عمل واحدة صحيح نتمنى نتمنى يكون موسم موفق وبطولة تظهر بشكل قوي وبشكل ممتع تكون نسخة افضل من كل نسخ ادارة اجهزة فنية لاعبين وجمهور واعلام رياضي نتمنى الحقيقة نشوف صورة افضل من الصورة اللي شوفنا اهم حاجة انت عايز كمان لازم نقولها ان جمهور الاهلي ينتظر من فريق النادي الاهلي الكثير هذا الموسم فالناس مستبشرة خير الموسم يعود فيه الاهلي اللي مكانتو الطبيعية واشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا الاهلي والدروي شهرتكلم فيه في حلقة بكرة من السادسة تحياتي لحضراتكم